اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي اداة مدفوعة سيكون هذا الشرح 100% مجاني سوف اعطيك القالب بشكل مجاني وكذلك الشرح سوف يكون على منصات مجانية 100% فلن تقوم بصرف ولسنت على هذا الموقع وكذلك اذا كنت تريد تجربة امتلاك وادارة موقع على الويب سوف تتمكن من انشاء اول موقع لك فقط تابع مع هذا الشرح وسوف تكون الية هذا الموقع بوضع عنوان يؤرأة لفيديو على اليوتيوب ومن هنا تقوم باختيار السيغة MP3, MP4, MP4 HD, 3GP, FLV, M4A وبعدها تقوم بالضغط على OK وسوف يقوم بالضغط على الموقع بتحويلك الى الفيديو المورد تنزيله ثم تقوم بالضغط على download وستتم عملية تحميل هذا الفيديو بكل نجاح تابع معي الشرح لطريقة انشائه من الصفر بشكل مجاني وبطبيعة الحال سوف تحتاج الى القالب الذي سوف يقوم بتوليد وبناء هذا الموقع الذي ستمتلكه وكالعادة سوف اقوم بترك لكم هذا الرابط اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف سوف تقوم بتحميله وذلك بالدخول الى الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو وسوف تقوم بالضغط على free download بهذا الشكل تحميله بشكل مجاني ومن الصفحة الثانية سوف تقوم بالنزول قليلا وتنتظر ثلاثون ثانية وبعد انتهاء تلك المدة صديقي سوف تقوم بفك الكابتش وذلك فقط بالضغط عليها ثم تقوم بالضغط على create download link او انشاء رابط تحميل ثم ستقوم بالنزول الى الاسفل وتقوم بالضغط على click to download وسيبدأ مباشرة بالتحميل وبعد تحميل ذلك القالب صديقي سوف تقوم بالدخول الى منصة البلوغر واختيار اي حساب تقوم بانشاء علي هذا الموقع ثم تقوم بالضغط هنا على قائمة المواقع الموجودة لديك ثم تقوم بالضغط على انشاء مدونة جديدة هنا سوف تقوم بعطائها اي اسم وهنا في التايتل او في العنوان يجب ان تقوم بوضع عنوان مناسب يكون له علاقة بالموضوع الخاص بتحميل الفيديوهات التابعة ليوتيوب مثلا انا هنا كما ترون كتبت youtube for down وهنا في الادرس عنوان url سوف نقوم باختيار عنوان يكون متاح على منصة البلوغر وكما ترون هذا العنوان متاح يمكنني استخدامه وبعد ان تقوم باختيار عنوان url للموقع الخاص بيك تقوم بالضغط على انشاء المدونة ومباشرة سوف يقوم بلوغر بانشاء مدونة جديدة لك ومن هذه الواجهة صديقي سوف تتوجه الى المظهر او القالب ثم سوف تتوجه الى هذا الخيار softguardي ايريستوري ثم تقوم بالضغط عليه وسوف يعطيك هذه الواجهة لكي تقوم برفع ملف وهنا سوف تقوم برفع القالب الخاص بيك الذي قمت بتحميله سابقا فقد تقوم بالضغط على شوزي انفيشي او اختيار ملف ثم سوف يذهب الى التحميلات وابحث عن القالب ها هو القالب سوف يقوم فقط بالضغط عليه مرتين ثم قوم بالضغط على تحويل او ترانسفر يقول لي على ان القالب تم تحميله وكما ترون ها هو الشكل الخاص به يظهر هنا فمثلا اذا قمنا باذهار المدونة سوف يوجهنا الى الموقع الذي قمنا بانشائه مثلا ها هو اسمه وهذه هي لوحة التحكم الخاصة بالموقع يعني الزائر عندما يقوم بالدخول الى هذا الموقع التابع لك يقوم بوضع عنوان الURL الخاص بالفيديو ثم يقوم بالضغط على تحميل وهذا ما سوف نقوم بتجربته بعد قليل الان ننتقل الى اهم التعديلات التي سوف تقوم بادخالها على هذا القالب واول شيء صديقي سوف نقوم بالتعديل عليه او وضعه على هذا الموقع الخاص بنا هو الاعلان الاعلان سوف يكون في هذه المساحة المخصصة له وكما تعلمون اصدقائي ان سياسات الادسنس تمنع منع بطن استعمالها المواقع في منصتها الاعلانية واستغلالها في ربح واستثمارها المواقع على منصة جوجل ادسنس فاضل بديل لكم لشركة جوجل ادسنس هو ريفينيو هيت يا اصدقائي فهو يقدم لك مبالغ محترمة وبديلة لجوجل ادسنس ومن اجل وضع الاعلان على الموقع الخاص بك سوف تقوم بتسجيل عضوية جديدة على موقع ريفينيو هيت او تسجيل الدخول اذا كنت قد تسجلت من قبل سوف تقوم بالضغط على new placement ثم desktop placement ومن هنا تقوم باختيار banner ثم تقوم باضافة موقع جديد وهنا في name تقوم بادخال اي اسم وبعد ادخال الاسم تقوم بالضغط على new sites وهنا في site name تقوم بكتابة اسم الموقع الخاص بك وهنا في url سوف تقوم بوضع عنوان الموقع الخاص بك وهنا في type تقوم باختيار desktop application وفي category هنا تقوم بوضعها network وهنا في صندوق الوصف سوف تقوم بكتابة اي وصف ثم تقوم بحيث التغييرات وهنا سوف يعطيك انواع الاعلانات التي سوف يوفرها لك هذا الموقع ونحن سوف نقوم بوضع اعلان leaderboard الذي ابعده 728 في 90 فقط تقوم بالتعليم عليه ثم هنا في description تقوم بكتابة اي description ثم تقوم بالضغط على save and get code هكذا سوف يظهر لك هذه الشفرة تقوم بتحديدها وثم تقوم بنسخها او فقط بالضغط على copy to clipboard هكذا ثم تقوم بالضغط على close وهذه الشفرة اصدقائي عبارة عن كود javascript ونحن سوف نقوم بوضعها في مساحة HTML لذلك سوف نحتاج الى تحويل هذا الكود javascript الى HTML لكي نتمكن من وضعه في مساحة HTML ولذلك سوف اترك لكم رابط هذا الموقع محاول الاكواد من javascript الى HTML فقط سوف تقوم بنزول قليلا الى هنا ثم تقوم بوضع ذلك الكود الذي قمت بنسخه ثم تقوم بالضغط على convert ثم تقوم بتحديده كاملا ثم تقوم باخذه هذا الكود ثم سوف تقوم بالرجوع الى blogger ثم تقوم بالضغط على theme او المظهر او القالب ثم تقوم بالضغط على modify كود HTML او التعديل على كود HTML ثم تقوم بالضغط هنا ثم تقوم بالضغط على control زائد حرف الف ثم تقوم بكتابة اعلان باللغة العربية اعلان ثم تقوم بالضغط على enter سوف تظهر لك كلمة اعلان هنا سوف تقوم فقط بحذفها وتقوم بلسق ذلك الكود وبعدها صديقي سوف تقوم بالضغط على on registry loadem او حفظ المظهر وبعد حفظ هذا المظهر تقوم بالضغط على official blog او اظهار المدونة وتنتظر قليلا الى حين ان تتم عملية تحميل وكما ترى ها هو الاعلان يظهر امامكم الان هذا هو الاعلان الخاص به والتعديل الثاني صديقي هو انك عندما تقوم بالنزول الى الاسفل سوف تجد كل الامور مباثرة بهذا الشكل فكل ما عليك فعله هو الضغط على علامة tears كما ترونه هنا وتجد امامها كلمة تعديل فقط تقوم بالضغط عليها ثم تقوم بالضغط على حذف ثم اوكي ونفس الشيء سوف تقوم به مع كافة الخيارات فقط تقوم بالضغط على علامة tears ثم تقوم بالضغط على حذف ثم اوكي وكذلك نفس الشيء هنا وكذلك هنا وكما ترون اصبح القالب وكما ترون اصبح القالب بشكل جميل للغاية ورائع والان سوف نقوم بتجربة الموقع الخاص بنا اذا كان يعمل او لا لذلك سوف اقوم بالبحث عن قناتنا نجوم الويب ثم اقوم مثلا باخذ عنوان هذا الفيديو ثم سوف اقوم بالرجوع الى الموقع الذي قمنا بانشائه واقوم بوضع ذلك الرابط هنا بهذا شكل ثم اقوم بالنزول قليلا الى الاسفل وساضغط تحميل هكذا وسانتظر قليلا فيما تراون تظهر لنا هذا الشكل الجميل هنا يعطيك الصورة الخاصة في الفيديو هنا مشاهدة الفيديو لايكات وديسلايكات الفيديو وكذلك عنوانه وكظلك الوصف وهذا امر جيد وكذلك هنا اسم القناة ويعطيك خيارين لتحميل الفيديو ما تحميل الفيديو صوت وصورة وكذلك تحميل الفيديو فقط صوت مثلا سوف أقوم بالضغط على download video صوت وصورة هكذا download video يقوم بعملية convert لهذا الفيديو أو تحويل لصيغة هذا الفيديو وكما ترون أصدقائي هذا هو الفيديو الخاص بي قمت بعملية convert له عن طريق الموقع التي قمت بإنشائه وكما ترون فهو يعمل بنجاح وكذلك إذا قمت بالضغط على download mp3 أو صوت فقط سوف يقوم بعمل convert له من mp4 إلى mp3 وبعدما يقوم بالانتهاء من عملية convert سوف يقوم بتحميله مباشرة وهذا ما سوف يفعله بعد قليل وكما ترون ها هو الملف الصوتي تتم عملية تحميله بكل نجاح وإذا كنت صديقي تريد أن تقوم بربط هذا الموقع الذي قمت بإنشائه قبل قليل بضومين مجاني لمدة عام كنت قد شرحت ذلك في الشرح السابق لذلك سوف أترك لك رابط هذا الشرح أسفل هذا الفيديو في الدقيقة الثانية عشر قمت بشرح جميع الخطوات لكيفية حجز الضومين مجاني وكذلك ربطه بأي موقع على منصة بلوغر وكما ترون سوف أريكم فقط جزئيات عن طريقة ربط الضومين كما ترون قمت بشرح جميع الخطوات مثل إدخال الريكوردز وربط هذا الضومين مع أي موقع على منصة بلوغر فقط سوف تقوم بمشاهدة هذا الدرس في الدقيقة الثانية عشر وستربط الموقع الخاص بك بضومين مجاني إلى هنا كنوا قد انتهيتوا من فيديو اليوم أصدقائي أتمنى من صميم قلبي أن يكون هذا الفيديو قد نال عجبكم ورضاكم إلى خير لا تنسى مشاركة هذا الفيديو ووضع لايك والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا الذي سوف نقوم بطرحه ونوفيكم به في الأيام القديمة السلام عليكم إن عجبك هذا الفيديو لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة ومشاركة هذا المقطع مع من تحب السلام عليكم نلتقي في حيث نقرأ ودرس نخر بإذن الله